قناة النهار عبر يوتيوب تشارككم كل ما تبث فشاركونا بآرائكم وتعليقاتكم نصر المشاهدين الأكارم أهم تناولته الصحف من أخبار رياضية لنهاري اليوم الموافق لـ 9 لـ 28 من مايي 2015 والبداية كما هو الحال دائما بصحفة الشباك والتي عنوانت في صدر صفحتها الرئيسية اعتقالات بالجملة والصنامي يضرب إمبراطورية بلاتير بسبب الفساد والشرطة السويسرية تلقي القبض على رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم عيسى حايتو وكتبت الصحيفة إشبيليا تؤكد السيطرة الأوروبية بعد أن توجدت يوم أمس بلقب اليوروباليك لأمارة الرابعة في تاريخها بتغلبها في المباراة النهائية على دينيبرو الأوكراني بواقع ثلاثة هداف لهدفين صحيفة لوبوتورغ النطقة بلغتي الفرنسية نقلت تصريحا لكمال عبدالسلام أحد اللاعبين القدامة للجنبوجات قال فيه أن رئيس شبيبة القبائل المحنشريف حناشي بنى ثرواته على ظهر فريق الكانري مضيفا في حديثه أن الرجل الأول في شبيبة تحصل على مجموعة من العقارات في كل من الجزائر تزيوزو وتبسة ولم يرغب في ترك الفريق لأنه سيستفيد أيضا من الفندق الكائن بالملعب الجديد بتيزيوزو على حدي تعبير كمال عبدالسلام صحيفة كومبيتيسيون كتبت أن رئيس اتحاد العاصمة أربوح حداد قرر عدم تخصيص منحة للعبين بخصوص المباراة المصيرية لأن نادي يوم غد برسم الجولة الأخيرة من المحترفية الأول لدور موبيليس والتي تجمعهم أمام أولمبي أشلف بملعب أمر حداد أمر حمادي يقول ببلغ لتصلك آخر مستجداتنا اشترك معنا عبر صفحتنا بسكتة ترجمة نانسي قنقر